بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم ان شاء الله عدنا حل فرض مقترح بالنسبة للسنة الثانية متوسط. اذا نبدأ بقراءة النص. النص حول احمد. يعني احمد هو اللي يتكلم في النص. مرحبا. اسمي هو احمد. انا تميد في متوسطة ابن باديس. يعني عمري 12 سنة. انا ولد طويل ونحيف. عندي شعر قاصير اسود. وعينين بنيتين سلانتد كما قلوه مشبودين. اصدقائي اصدقائي دائما يقولون انني وسيم. اعيش في بيت كبير. يعني في الفقرة الاولى احمد كان يوصف في نفسه. الان في الفقرة التانية انتقل الى وصفة منزله. اعيش في منزل كبير. big معناها كبير. in my house في منزلي there are four bedrooms. توجد اربعة غرف نوم. a living room. صالة. يعني نومي. is opposite my parents room. مقابلة لغرفة والدي. اذا نبدأ بالpart one. الجزء الاول. reading comprehension. يعني اسئلة فهم النص. اكتيفتي ها. a pupil. تلميذ. teacher. استاد. الدكتر. طبيب. كنا نرجع للنص. عندي كلمة. i am pupil. يعني انا تلميذ. اذا ندير دائرة على pupil. بي. he has got عنده. blue eyes. عينين زرقاوتين. brown eyes. عينين بنيتين ولا green eyes. نرجع للنص. brown slanted eyes. يعني we make a circle. نديره دائرة على brown eyes. اوكي. نروح للتمرين الثاني. activity two. answer the following questions. هنا مطلوب بنا ان نجاوبوا على الاسئلة. سؤال الاول. what does احمد look like? هذا السؤال. تحفظوه. what does احمد look like? كيف يبدو احمد? تيجيكم السؤال هذا. هنا تلقوا دائما معه داز. وبعد هنا تلقوا look like. what does احمد look like? معناها يسأل فيك على المظهر الخارجي تاع احمد. كيف يبدو احمد? على المظهر الخارجي. يعني راح تعطيني صيفات الجسم بتاعه. هنا راح نرجعوا للنص. هنا كنجي ونجاوبوا نبدو باحمد ولا نبدو بهي. الضامير هي يعوضوا. هنا نكتبوا احمد. وبعد نروحوا للنص ونجي بدوو الوصف بتاعوا. هنا. هنا وش قال? العمر والسكول هذي ما ندخلوهاش. نروحوا طول للوصف بتاع الجسم بتاعوا. ايام اتول اند سليم بوي. طول اند سليم بوي. هنا هو استعمل اي انا. انا تمشي معاها ام. احنا الدرقة كنجيو نحكوا على احمد ما نقولوش ايام. نقولو احمد ايز. لانو احمد نعوضوها بهي. هو. هي تمشي معاها ايز. نقولو هي ايز طول اند سليم. طول وناحيف. نقطة. اي هاف قوت شورت بلاك هير. هنا هو استعمل هاف قوت ام ليكو. احنا كنبدلو الضامير اي. احنا في النص را هو يتكلم على نفسه. رح اني رح يستعمل اي. ولكن احنا كنو وصفوه رح نقولو هي. اذا ما نقولوش هي هاف قوت. لا. نبدلو التصريف تاع الفعل. كيما هنا بدلنا ام. مرجعنها ايز. هنا عندي تو بي. هنا عندي تو هاف. اي هاف قوت. كي نحكي على احمد نقول. هي هاز قوت. يعني هنا هو يقول اي هاف قوت. يعني عندي. احنا نقولو عنده. نرجعوها. هاز قوت. بعد نهزوها هنا كيما راها. شورت بلاك هير. اند براون سلانتد ايز. اذا هذا هو الوصف الخارجي اللي عند ناتا احمد. نروحو للسؤال الثاني. is his house big? is. is. كي تجي في بداية السؤال بمعنى هل. هنا رح نجاوبو. is his house big? هل منزله كبير? نرجعو للفقرة الثانية اللي يصف فيها المنزل تاعه. I live اعيش in a big house. في بيت كبير. اذا هنا رح نجاوبو بyes. هنا التلميذ يقدر يكتب yes ويحط نقطة. الاجابة تكون مقبولة. ولكن الاجابة الاحسن هي yes. بعد يدير فاصلة. هنا عندي سؤال is his house. his house بيته. نعوضوه ب it. it. ضامير. نعوضو به الاشياء. وبعد نحط هنا is. yes it is. نعم انه كذلك. يعني انه كابير. where is his bedroom? where? اين هي غرفة نومه? يعني اين تقع غرفة نومه? هنا كي لتلقاوا السؤال يبدأ ب what? ولا ب where? يعني ب wh word. يعني كلمة تبدأ ب wh. هنا معناها في الجواب رح تمدوا معلومة. يعني مش رح تجاوبو ب yes or no. كما السؤال تاع هل. هنا السؤال يبدأ مباشرة ب is. ما كانش wh word. يعني هنا بمعنى هل. نجاوبو ب yes or no. ولكن كي تلقا السؤال يبدأ ب wh word. هنا لازمك تمد معلومة من النص. اذا هنا قالونا where is his bedroom? اين تقع غرفته? نروح هنا للنص. my bedroom is opposite my parents room. هنا كي نجاوبو نقولو his bedroom. غرفة نومه. يعني هنا هو يتكلم على نفسه يستعمل ضامير الملكية my bedroom غرفتي. ولكن تكي تحكي عليه هتقول his bedroom غرفة نومه. التنميذ رح يتعرف على هادو آآ صيفات الملكية في الدروس بطبيعة الحال. يعني رح يقراها في القسم. اذا اهنا وش رح نقولو his bedroom غرفة نومه. نكتبو his bedroom is opposite his هو دائما يستعمل لانه يحكي على نفسه يستعمل my ولكن احنا كي نحكي عليه نستعملو his. نقولو his bedroom غرفة نومه is opposite مقابلة his parents room. يعني مقابلة لغرفة والديها. هو هناك يستعمل والدي يستعمل my ولكن احنا كنقولو والديها نستعملو his. ننتقلو. يعني استخرج من النص الضاد الكلمة التالية. عندي فات. فات بمعنى سامين. يعني رح نبحثوا على كلمة ناحية. اللي هي في النص. سليم. ايضا عندي ugly. ugly معناها غير جميل. يعني المرادة افتحها رح يكون جميل او وسيم. هنا عندي في النص كلمة handsome. handsome معناها وسيم. اذا نكتبو هنا handsome. اوكي. ننتقلو الى اسئلة القواعد. mastery of language. عندي activity one. التمرين الاول. correct the underlined mistakes. صحح الاخطاء المسطر عليها. هنا عندي خطائين. رح نصححهم. my mother has a beautiful woman. هنا has معناها تملكو. هنا رح نقول امي تملكو امرأة جميلة. لا. هنا مش رح نستعملو. have له has. لا. لانه have وهاز معناها يملكو تملكو. هنا رح نستعملو to be. رح نقول my mother is a beautiful woman. امي امرأة جميلة. هنا عنا استعملت is لانه my mother نعوضها بشي. she تمشي معها is. she have got long straight hair. هنا عندي she. she ما تمشيش معها have. have تمشي معها i you we they. دمائر هادو نقول نقول اي هاف. املكو. you have. we have. they have. ولكن مع هي وشي وات كي ما هنا عندي شي ما نقولش هاف. هاف غالطة. نقول هاز. يعني هنا هاف نصححها ونحط هاز. she has got. هي تملكو. يعني امي تملكو long straight hair. شعر طويل واملس. اوكي. نروح الاكتيفتي التو. تمرين ثاني. put the verbs between brackets in the present simple tense. يعني صرف الافعال بين قوسين في simple present tense. في المضارع البسيط. درس الشرحة على المضارع البسيط رهو موجود في القناة بالتفصيل. راح نحاول اني نحط الكامل رابط في صندوق الوصف. انس is my little sister. انس هي اختي صغيرة. she to be tall and slim like me. هنا عندي تو بي. تو بي مع شي نقول شي ايز. عندي التصريف تاع تو بي. i am you are. he is. she is. it is. we are. they are. يعني مع شي نقول ايز. نحيطو بي كاملة ونحط ايز. but she not to have got. هنا عندي شي. مع الفعل هاف ومبادلن فيها عندي يعني راح نقول. she hasn't got. راح نقول. she has. نصرف هاف مع شي. يرجع هاز. بعد عندي النوت. نلسقها هيكا. نختصرها. نقول. she hasn't got slanted eyes. she to study at the primary school. هي تدرس في المدرسة الابتدائية. هنا عندي الفعل study. كي نصرفو معاشي. معناها راح نزيد له الاس. ولكن قبل ما نزيد له الاس. الفعل تاعي ينتهي بالواي. ايجريك. قبل الواي. كين كونسون. كي يعود الفعل ينتهي بواي. قبل هالكونسون. هنا الواي تحدف. تعوض باي. يعني الفعل يرجع هكا. الواي نحدفها. نردها اي. بعد نزيد اي اس للفعل. الدرس تاع المضارع البسيط. راه موجود في القناة. راح نحط لكم الرابط ان شاء الله اسفل الفيديو. نروح ل الاكتيفتي ثري. اللي هو اكتيفتي اوف تمرين حول النطق. يعني عندي كلمات راح نرتبهم في الجدول لحسب النطق طاعة اللي هو يلتحم. يا اما راح يكون النطق اي ولا يكون اي. عندي اولويز. اولويز. هنا نطقتها اي. هدي هي الاي. اولويز. عندي هنا هايت. نطقتها اي. اذا نكتبها هنا. هايت. لايك. نطقتها اي. هايت. لايك. اي. 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 اولويز. نايم. اي. 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 اولويز عندي الاي. نايم عندي الاي. اوكي. نروح للاهم جزء في الفرد اللي هو الوضعية الادماجية. هنا التنمية راح يكتب باراغراف صغير. اذا نقرأ الوضعية. برايماري سكول يعني استد لغة انجليزية طالبة من التلاميذ. اي صيفة نفسه. اذا هنا اعطونا المعلومات التوائل. اعطونا العمر اللي هو سيفن. الهايت يعني القامة تاعه. هنا عندي سمول قصير. البيلد معناها البنية تاعه. هنا عندي سليم يعني اه ناحيف. هير شعره. بلاك اند شورت. يعني اسود وقصير. الايز العينين براون اند بيج. يعني بنيتين وكابيرتين. اذا راح نكتبوا الباراغراف. هنا اعطونا البداية. مرحبا اسمي هو وائل. نبدأ بالعمر. هنا وائل هو اللي يتحدث راح نقول. ايام سيفن يورز اولد. اذا نكي نعبر على عمري. راح نقول ايام ونمد العمر ونكتب يورز اولد. ايام سيفن يورز اولد. يعني هنا وائل هو اللي يتحدث على نفسه. كيما انت مثلا كي يطلب منك الاستاذ في الفقرة. انك توصف نفسك. راح تستعمل نفس الافعال. تقول ايام. وهنا تمد عمرك. ايام سيفن يورز اولد. بعد هنا راح ندخلوا الهايت والبيلد. البنية والقامة مع بعضهم. راح نقولوا ايام سمول اند سليم. قصير ونحيف. سمول اند سليم. اذا نكي نتكلموا على العمر وعلى القامة والبيع والبنية. راح نستعملوا ايام ايام. يعني راح نستعملوا توبي. الان كي ننتقلوا للشعر والعينين. راح نستعملوا هاف جوت. املكو. يعني نبدلوا الفعل. هنا راح يتكلم على شعره. راح يقول اي هاف جوت. يعني ما يستعملش ايام. يبدل الفعل. نرجعوا الفعل الملكية اللي هو هاف جوت. اي هاف جوت شورت بلاك نبدو بالطول تعال شعر قاصير ولا طاويل. بعد اللون ونكتبو كلمة هير. اي هاف جوت شورت بلاك. يعني نذكر الطول تعال شعر بعد لونه ونكتب كلمة هير. اند و راح ننتقلوا للعينين. اند هنا ما نعودوش هاف جوت ولا نكملو مباشرة. اند بيج براون ايز. كيف كيف بالنسبة للعينين نذكر الحجم وبعد اللون. اند بيج براون ايز. اوكي. يعني هنا التنميذ كي يجي يوصط العينين والشعر ينتابه يبدأ بالطول ولا بالحجم ومن بعد يروح للون. اوكي? هنا قلنا شورت بلاك هير. شعر قاصير واسود. وبيج براون ايز. يعني عينين كبيرتين وبنيتين. اذا هنا نكون وصلنا النهاية حل الفرد. نتمنى انو الشرح واضح. اذا عندكم اي استفسار خلولي في التعليقات. اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة